تأتي ذكرى الثورة التونسية الثانية عشر على التونسيين في ظل أوضاع سياسية استثنائية تميزت بدستور جديد للبلاد واستمرار الاستعدادات من الجهات المختصة لإجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل بعض المطالب المرفوعة مع اندلاع الثورة في عام 2011 تحققت لسيما على مستوى حرية الرأي والتعبير وبقيت أخرى تراوح مكانها خاصة فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية والتوظيف وضمان حقوق العاملين وسط ضبابية المشهد السياسي في ظل حالة من الشد والجذب بين السلطة والمعارضة اليوم بعد مرور 12 سنة عن ذكرى 14 يناير ذكرى الثورة التونسية لم يلاحظ التونسيون تغير كبير على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وخاصة من الناحية السياسية حيث تتواصل اليوم التقلبات السياسية التي عاشها التونسيون تيلت أكثر من 12 سنة وعلى الصعيد السياسي تتعالى الأصوات المنادية بوقف خريطة الطريق الرئاسية وتوجهات الرئيس قيس سعيد بينما تتهم الرئاسة أطرافا بخيانة الدولة وعلى إثر التجاذبات تتجدد الخلافات فيما تعيش تونس أوضاعا اقتصادية صعبة تتدهور عاما تلو الآخر دون حلول في الأفق ولم تفلح الحكومات المتعاقبة في حل الأزمة الاقتصادية المعقدة التي تواجه البلاد الحكومات المتعاقبة وحوالي 500 وزير فشلوا في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية لذلك فالفجوة تتسع بين الأغلبية الساحقة من الشعب وكل الطبقة السياسية مثل ما كشفتها المقاطعة الواسعة لانتخابات 17 من الشهر الماضي حيث قاطع حوالي 90% من الانتخابات هذا تأكيد على أن الخيبة كبيرة وشارك المئات من التونسيين من أنصار جبهة الخلاص والنهضة وأحزاب العمال والجمهوري والقطب ومنظمات وطنية في مسيرات منفصلة بشارع الحبيب بورقيبة وسط تواجد مكثف لعناصر الأمن ورفع المحتجون شعارات ضد القيادة التونسية والرئيس قيس السعيد ومسار الخامس والعشرين من يوليو في الذكرى الثانية عشر لثورة الياسمين تحققت عدة مطالب وبقيت الكثير من التحديات تجابه التونسيين أبرزها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل تطورات سياسية وحالة من الجدال تخيم على المشهد التونسي ياسر دبابش الغد تونس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر